وصلت وزارة الصناعة والتجارة والصياحة بالتعاون مع الجهاز الوطني للإرادات تكثيف الحملات التفتيشية على المحلات والمنشآت لضمان التطبيق السليم للقيمة المضافة وخلال الحملات تم تفتيش 40 محل ومنشآت تجارية في مختلف محافظات مملكة البحرين حيث تم رصد 27 مخالفة تستوجب فرض الغرامات الإدارية التي قد تصل إلى 10 ألاف دينار بحريني إلى جانب رصد بعض الحالات التي قد تعد من حالات التهرب من القيمة المضافة وبنان عليه فأن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والجهاز الوطني للإرادات بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت المخالفة وهي حالة من يثبت ارتكاب لأحد جرائم التهرب من القيمة المضافة إلى الجهات المختصة لتحريك الدعوة الجنائية في مواجهته